أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاغمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجمات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عائمة المجذبين هذا الأبعاد للناس ورده ومعطت لللم الدبيب صدق الله العظيم صدق الله ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر طلب من ي 소량، ي quoted في شكل مستقبل. يعني أنه يبدو تغير في المعنى، ويبدو تغير شيئا، ويضع نهاية عشر. عندما تغير نهاية عشر الله، فإن سنقبل بعض النهاية التي تقل منها المنطقة. لا يمكنها بالفعل في اصدقال بعض النهاية الذي تذهب فيها، سنرع للهجم على أن نهاية عشر الله منها. الأن يمكنه لم نهاية عشر الله منها وإنه habرنا كل صديق music. لكي أدعوا البعض. إذن الله تكون قد أود. وصلاة وليك ورحمة الله وبركاته. دانيكم عزيسي الأخ طالب ولمان الشيخ محمد جيلان محمد رمضان جالو ممو يفوس كي جكنو آلا وصالا محمد اقع من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جئناهم بكتاب فاصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئناهم بكتاب فاصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ولقد جئناهم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حذيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا ثقالا سقناه لبلد ميت فأحيينا به الماء أدعوا ربكم تضرعا وخفية ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد حصل صف 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 طيب يقرأ السؤال الثاني وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وإن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك وإن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك بالذي أوحينا إليك بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به عببه علينا وكيلا وإن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا وإن كادوا ليستفء إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبا أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا حسب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير يعذب من أولم يسيروا في الأرض فين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدئ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن ذلك على الله يسير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدئ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدئ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة وكان ذلك وكان ذلك إن الله على كل شيء قدير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدئ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله علىكم شيء قدير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدئ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم حسود عزاك الله خير أولئك يطلبون موئي عبدالله محمد ماني عبدالله محمد ماني كنت أفضل يا عبدالله يقرأ من قوله تعالى واذكرو إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض بسم الله الرحمن الرحيم واذكرو إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قشورا وتنحتون الجبال بيوتا بسم الله الرحيم فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قشورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون حسبك السؤال الثالي يقرأ من قول الله تعالى وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَ اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَ اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقنون السؤال الثالث والأخير اقرأ من قول الله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا سفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظوا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي سديد العقاب أحسنت قيل أن تكرر هذه الآية ذلك بأنهم كانت تأتيهم ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي سديد العقاب أحسنت وبارك الله فيك شكرا شخص عبد الله محمد ماني أحسنت ومعي عبد الله مالا يافا علي يافا صحيح يقرأ من قول الله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء متبرون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين السؤال الثاني يقرأ من قول الله تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا بسم الله الرحمن الرحيم وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالْنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طُمِسَت وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُثِفَتْ وَإِذَا الرُّثُلُ أُقْقِتَ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينَ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينَ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ حَسْبُكْ أَحْسَنْتْ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكَ عُسْمَانْ عُمَرْبَارُو اقرأ من قول الله تعالى يا عثمان يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم قلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باق ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القوبى واليتامى والمساكين وبن السبيل واليتامى والمساكين وبن السبيل واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقوب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون السؤال الثاني اقرأ من قول الله تعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم يذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ولو أن لكل واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفل وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنظرين فانظر كيف كان عاقبة المنظرين فانظر كيف كان عاقبة المنظرين أنظر كيف كان عاقبة المنظرين أنظر كيف كان عاقبة المنظرين أمّا بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات أمّا بعثنا من بعده رسلا إلى قومه أمّا بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات وما كان فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثمّا بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم ثمّا بعثنا من بعده رسلا إلى قومه ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا ثم بعثنا من بعدهم موسى إلى فرعون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين السؤال الثالث والأخير اقرأ من قول الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا حسبك أحسنت وبارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب والأعناب ومن كل التمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخّر لكم الليل والنهار والنجوم مسخّر وسخّر لكم وسخّر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخّر وسخّر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخّر وسخّر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وسخّر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخّرات بأمره إن في ذلك لآية لكم لآية والنجوم مسخّرات بأمره والنجوم مسخّرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض محتلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلق مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون يقع السؤال الثاني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعدت أم لم تكن من الواعذين قالوا سواء علينا أوعدت أم لم تكن قالوا سواء علينا أوعدت أم لم تكن من الواعذين قالوا سواء علينا أوعدت أم لم تكن من الواعذين قالوا سواء علينا أوعدت أم لم تكن من الواعذين قالوا سواء علينا أوعدت أم لم تكن من الواعذين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين وما نحن بمعذبين فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العبيد الرحيم كذبت ثمود المرسلين إن كذبت ثمود المرسلين كذبت ثمود المرسلين إن قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخلي طلعها هضيم وتنشطون من الجبال بيوتا آمنين وتنشطون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب ولكم شرب يوم معلوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون وإن لكم في الأنعام لعبرة ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أولم يسيروا أفلم يسيروا في الأرض أولم يسيروا في الأرض بجان يا محمد يقرأ من قول الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تعالى بسم الله تعالى لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعشاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة ودخلوا الباب سجدا نغفذ لكم خطاياكم وسنغفذ لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين وبدل الذين ظلموا منهم وقولوا حطة ودخلوا الباب سجدا نغفذ لكم خطيئاتكم نغفذ لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون حسبك السؤال الثاني يقرأ من قول الله تعالى قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تاته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فآجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لو العزيز الرحيم كذبت عادن المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريح ها يتانت أتبنون بكل ريح ها أتبنون بكل ريح ها يتانت أتبنون بكل ريح ها يتانت عبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم حسبك السؤال الثالث والأخير يقرأ من قول الله تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر وما جعلنا سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يقل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر حسبك مبارك الله فيك شكرا شكرا بطالي عبدالعزيز دابو عبدالعزيز يحيى دابو عبدالعزيز اقرأ من قول الله تعالى وَإِنْ أَرَدْتُ مُسْتِبَدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُ النَّقِي طَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَرَدْتُ مُسْتِبَدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُ النَّقِي طَارًا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُ النَّقِي طَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِذْمًا مُّبِيْنًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا يا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما السؤال الثالي وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ويا قوم فيأخذكم عذاب قريب ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب واستغفر فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ولما جاء أمرنا نجينا هودا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين معه برحمة منا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك شد إن ربك هو القبيل العزيز ولقد جاءت رسل نائب وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ولقد وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالمشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين حسبك السؤال الثالث والأخير يقرأ سورة الجاثية جاثية جاثية تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها كذلك يحيل فأحيا به الأرض بعد موتها فبأي فأحيا به الأرض من بعد فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم حسبك مبارك الله فيك في لن يتحن يجلي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة